توصف محافظة واسطة بأنها ممر لتهريب المخدرات ودخولها للبلاد التبين عملية القبض الأخيرة التي تجاوزت السبعين تاجراً ومروجاً خلال شهر واحد مدى تفشي هذه الآفة في المدينة تتصاعد وطيرة تهريب المخدرات عبر محافظة واسطة المحافظة توصف بأنها ممر لهذه التجارة الخطيرة أكثر من وصفها مستهلكة لهذه السموم فيما تضاعف جهة المسؤولة عملية القبض على المتاجرين والمروجين هذا المنفذ المهم أن نلاحظ هذا الممر أصبح سالك للمخدرات لا سيما تعددت الوسائل والطرق للمهربين بهذا المجال هو جزء من استهداف الشعب العراقي في موضوع المخدرات التي أصبحت وباء على شبابنا تهريب للمخدرات بطرق جديدة وبوسائل مفتكريها المهربين لكن قواتنا الأمنية تحد من هذه الظاهرة بس الحقيقة بالواقع أنه يرادلنا بعد نكثب جهودنا على إلقاء هؤلاء المجرمين اللي دمروا شعبنا ودمروا شبابنا من خلال دخول هؤلاء المخدرات كميات هائلة وابتكارهم إلى طرق جديدة إلقاءوا القبض على أكثر من سبعين تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال شهر واحد حصيلة كبيرة لحد ما بوقت بات هؤلاء يتبعون أسالباً بغاية الابتكار في مجال التهريب نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والموثرات العقلية في محافظة واسط تنفيذ عمليات أمنية استباقية بحق تجارة ومروجية المخدرات والموثرات العقلية بلغ عدد الموقوفين خلال شهر آذار من عام 2023 74 موقوف بتجارة وترويج وتهريب وتعاطي المخدرات هذا وتداولت منصات التواصل مقطعاً فيديوياً عن ضبط بعض المتاجرين في واسط بعد أن يستخدموا سندويش الطعام بهدف تهريب كميات من المخدرات ما أثار الدهشة لدى الجميع من مدينة الكوسجد العطية الرابعة